السلام عليكم و مرحبا بكم الوصفة عنها اليوم ستكون عبارة عن محاجب البصل و الطماطيش ستكون بطريقة سهلة ستشوفوه معي بطريقتين طريقة للمبتدئات و على الطريقة كذلك التقليدية تمنى لكم متابعة طيبة للفيديو بسم الله على بركة الله بالنسبة للمكونات هنا جميع المكونات راح نكيلها بهذه الغرفية ناخد انبول انكيل به جميع المكونات هنا عندي كيلة تحفارينة كما راحكم تشوفوا الكيلة نفس الكيلة اخديت زوج كيلة تاع السميد بالنسبة للسميد هنا استعملت السميد الرقيق كامل سميد الرطب نوعية ماما نحتاج كذلك مع هذا كمية من الملح و عندي كذلك كمية من الملح حوالي كيلة و نصبه بش نلم هاد المواد الجافة بسم الله على بركة الله في ايناء نحط زوج كيلة تاع السميد الرطب هنا قد ما كان سميد بتاعكم شباب المحاجب حتقدروا تخدمهم بكل سهولة نزيد عليهم كمية على الفارينة نضيف على هاد المكونات الماء بالنسبة لكمية الماء نحطيكم الماء بكمية مربوطة لكن دائما نقول لكم بانه كمية الماء تبقى على حساب درجة امتصاص السميد والفارينة للسوائل نحط كيلة تاع الماء في الاول نحط هاد الخالد تاع المواد في العجان الكهربائي و نخلي العاجينة تتلم بالنسبة للاخوات لي ما عندهاش العجان الكهربائي ما عليها الا انها تشمر و تعجن صراحة لبنات هاد العجان الكهربائي نقص بزاف التعب و تقدري تحضري المحاجب بتاعك في هكا تمتم تحضريهم بعدما نجمعت العجينة التعيرة نشوفها نقص الماء نضفت لها نص كيلة على الماء و نخلي العجينات تتجمع من جهة اخرى فوق نار كنت حطيت هنا مقلاة حطيت فيها كمية من الزيت كذلك هنا قشرت حوالي ثلاثة حبات تعب صلي كبار قطعتهم هكا يلا قطع تكون متوسطة لا تكون ش كبيرة و لا تكون ش صغيرة و كذلك لا تكون ش خشينة نحط هذا كلب الصلف هذيك الزيت يتقلى بالنسبة للنار لا تكون ش نار قوية تكون نار متوسطة بعدما تجمعت العجينة نشوفها و نشوف القوام ديالها هوليك القوام تحاره تحتاج فقط كمية قليلة نضيفها شوية حوالي زجم غرف فقط تعلمه و نخلي العجين تعيد تعجن من جهة اخرى نقولي هنا التشكتوكة ديالي بعدما بدأي دبال هذيك البصل نضيف الحبات على حار اللي كنت قطعتها كذلك إلى قطع صغيرة نضيفها نضيفها تتقلى منيح مع هذيك البصل كذلك هنا عندي طماطيش اللي كنت قطعتها إلى قطع صغيرة أنا عندي حوالي خمس حبات تعطو ما طيش الحجم التحوم متوسطة اللي كنت قشرتها و كذلك قطعتها إلى قطع تكون صغيرة من أفضل أنها تكون صغيرة بش تدوب بسهولة في هذ تشكتوكة بالنسبة للتوابل هنا تبقى على حساب الضغبة ديالكم ضع كمية على الملح شوية تعفل فل كحال و شوية عكري بالنسبة للأخوات اللي حبوا يضيفوا للعكري الحار هذا يبقى على حساب الضغبة ديالكم ضفت معها ملعقة صغيرة من الطماطم المصبرة كذلك تبقى اختيارية نخلط كل هذي المكونات مع بعض و نخلي هذيك الطماطيش حتى تربال و يدخل لها طياب ساعة ساعة نولي لها هذي تشكتوكة و نحركها بش ما يتحرق ليش و ما تشطلش هذي تشكتوكة بعد ما يطيب هذيك البصل و كذلك الطماطيش نطفي عليها النار و نخليها بجيها بش تبرد نولي الآن للعجين ديالي بعد ما التعجن كامل هنا خليته التعجن حوالي عشر دقائق كما تعرفوك يكون سميد شباب العجين يتعجن تمتم ما ياخدش بزاف الوقت نشكل العجينة على شكل كورية و نخليها ترتاح حوالي دقائقاتين فقط بعد ما ارتحت العجينة حوالي دقيقتين هنا كنت اغطيتها بكيس بلاستيكي هكذا بش ما يلبسش السطح ديالها نبدأ نلوزها و نشكلها على شكل كورية على الطريقة التقليدية كما راكم تشوفو راه و واضح في الصورة نحكم هكذا الطف ظالة بهذه الطريقة و نشكل نضغط على العجينة و نحاول انه نشكل كورية يكون حجم تحوم متوسط ما تكونش كبيرة و ما تكونش كبيرة و كذلك نعطي لهم نفس الحجم بنفس الطريقة حتى نكمل كامل العجينة اللي معايا نحكم العجينة هكذا في الطف و نبدأ نلوز فيها بعد ما نكمل نلوز كامل العجينة نبدأ نشكل فيها على شكل كورية بهذه الطريقة و كناصي حالي المبتدئات قدمت لوزي و تشكلي الكورية التاعك على شكل كورية رايح يجيوك سهلين لما تحليهم هكذا بهذه الطريقة حتى نكمل كامل الكمية اللي عندي من جهة اخرى هنا عندي سنيوة اللي ندهنها بشوية عزيت هكذا ندهنها كامل نحط الزيت قدامي دايما نحط كمية من الزيت فيه ديا و رايح ندهن جميع الكوريات بهذه الطريقة البنات كما راه واضح في الصورة بعد ما ندهن كامل الكوريات هنا نجيب كيس بلاستيكي و نغطي جيدا هاد الكوريات تاع العجينة هكذا بش ما يدخلهاش لهوا و كذلك متشكلش اه القشرة في هاد الكوريات تاع العجينة نخلي العجينة التاعي ترتاح حوالي نصف ساعة بعد ما ارتحت العجينة هنا اخذت لي حوالي نصف ساعة هناك ملاحظة فقط قد ما يكون سميدة تاعكم منيح العجينة تاعكم رايحها ترتاح بكل سهولة هنا عندي امبول اللي حطيت فيه كمية الزيت نرفض ثلاثة كوريات نحطها في هاد الزيت اما الكمية المتبقية رايح نغطيها جيدا بهذا الكيس بلاستيكي و نحطها بجيهة الان رايح نشوفوا طريقة التشكيلة بالنسبة لطريقة التشكيلة حنديرها لكم على طريقتين على الطريقة التقليدية و طريقة للمبتدئات نبدأ اولا بالطريقة التقليدية نرفض كورية نكون تحطيتها في كمية من الزيت و نبدأ نحلها بهذا الطريقة كما راكم تشوفوا معايا نحاول انني ما نضغطش عليها بزاف فقط بالسياسة غير بالعقل نحلها من الواسط نحو الاطراف نجبدها هاد العجينة فقط بالعقل بالعقل هاكذا بهذا الطريقة ان شاء الله هالطريقة تكون واضحة وهنا كذلك في المحاجب نوعية السميد عندها دور كبير لانه اذا كان السميد منيح رايحين تشكلوا المحاجب بتاعكم بكل سهولة نحل كذلك الاطراف بعدما نحل كامل الواسط نحل الاطراف و نولي نفتح العجينة بهذا الطريقة هاكذا نحاول انني ما نحكمش فقط الاطراف نحكم الاطراف و شوية من العجينة هاكذا بش ما تتقطعليش العجينة و كذلك بالنسبة للاطراف نحاول انني نحلهم ما نخليهمش خشان بعدما نكمل نحل العجين ديالي نحط كمية من الزيت في الواسط و نبدأ و نبدأ نغلق على المحاجب هاكذا بهذا الطريقة فالا نسقم هنا هاد الطرف هاكذا نسقمه ممليح نجيب التشكتوكا بعدما بردت نحط كمية منها حاولي زوج ملاعق كذلك بالنسبة للحجم المحاجب يبقى على حساب الضغبة ديالكم و انا نحب يكون الحجم التحوم متوسط نوزع جيدا هاديك التشكتوكا هاكذا نحاول انني ما نلحقهاش للاطراف هاكذا بش كين طيبهم ما تخرج ليش هاديك التشكتوكا و كذلك ما تتحرقش نوزعها جيدا هاكذا بهذا الطريقة و نبدأ نغلق على هاد تشكتوكا هاكذا بهذا الطريقة نحاول انني نغلق جيدا الاطراف و نجيب هاد الجزء هاكذا نحو الاسفل و فالا وهنا لبنات كنت حطيت الطاجين تاعي سخن بعد ما يسخن الطاجين جيدا نبدأ نطيف فيه قبل ما نحط الحبات على المحاجب نحط كمية هاكذا تعزيت في الطاجين و نولي ليها كذلك بالنسبة للمحاجب تدفدهم حاولوا تدفدهم هاكذا بجهة الاطراف هاكذا بش ما تخرج لكم شهديك التشكتوكا نسقمها جيدا في الطاجين كذلك كان ملاحظة بالنسبة للنار يطيبوا عليها المحاجب ما تكونش قوية و ما تكونش نار قليلة تكون نار متوسطة نخلي المحاجب بتاعي يطيبوا على غرضهم بعد ما تتحمر من الاسفل هاكذا نقلبها هنا كما تعرفوا البنات الحب الولاد طاجين هنا ما زال ما سخنش منح ساعة لساعة نحركها هاكذا بيدية بعد ما تتحمر على الوجه الثاني نقلبها نخليها تكمل الطيب على الوجه الاخر بالنسبة لطياب البنات نقل لكم يبقى على حساب الضغبة اللي تحب المحاجب يكونوا محمرين شوية نحبهم شوية محمرين هاكذا بشلابات التحوم تجي كروستيونت و ما تجيش معجنة اما الاخوات اللي يحبوا يطيبوهم طياب خفيف هذا يبقى على حساب الضغبة ديالكم بعد ما الطيب الحبات تعلم حاجب نحيها شوفوا البنات هادي هي النتيجة اما بالنسبة للمبتدئات نقلكم معليكم انكم تقطعوا فقط هاكذا قطعة على شكل مربع من بابي كويسون وتحلو فوق العجينة بهاد الطريقة هاكذا البنات من الواسط نحل نحو الاطراف هاكذا في الاول ناخد من الواسط نحل نحو الاطراف بعد ما نشوف الواسط التاعي والارقيق في هاد المرحلة ريح نولي لهادوك الاطراف ونبدأ نحل فيهم هاكذا من الداخل للبر هاكذا بهاد الطريقة هاكذا كنشوف العجينة التاعي بدأت تولي دقيقة هاد المرحلة كذلك الاطراف ها ما تخلوهم شخشا نولي ليهم ونفتح العجينة ديالي هاكذا هاكذا غير بالعقل هاكذا نساعد العجينة غير بالعقل هاكذا ونبدأ نغلق هذا المحاجب بعد ما نكون حطيت كمية على الزيت هاكذا نحط كمية من تشكتوكة اللي كنت حضرتها هنا بالنسبة لأخوات نديرهم بهاد الطريقة وسالساعة نضيف لهم شوية على الجبن فى الدار ندير حبيباتها كداب تشكتوكة برق وكين اللي يحب المحاجب بالجبن نضيف لهم شوية على الجبن الطريق الداخل هذا يبقى على حساب الرغبة ديالكم بسرح البنات تصدقوني المحاجب يعني بلبس الوطماطيش عندهم بنام خالفة يجوا بنام بزيف المكوينة تحوم بسيطة كما راكم تشوفوا البنات لبس الوطماطيش خاص ان بروفيت نطيبوا شوية على المحاجب نفلحوا بهم العائلة ديالنا نوزع كامل هادي كتوكتوكة هاكذا فى الواسط نحاول انني ما نوصلهاش للأطراف ونغلق عليها هنا بالنسبة للمبتدئات نقل لكم ديروا كمية صغيرة فى الاول هاكذا تتعلموا بعد ما تتعلموا ولو ديروا كمية كبيرة تال عاجينة هاكذا نغلقها جيدا نرفضها بهذا الطريقة شوفوا البنات نحط دايما يديها هاكذا من الاسفل نرفضها ونجي لهنا الطاجين نحط فيه شوية عزية قطارة من الزيت ونحط الحبة تاع المحاجب ننحي هذه القطعات على الورق ونخلي المحاجب طيب دائما نحركها بعد ما تتحمر من الاسفل نقلبها ونخليها تتحمر من الجهة الثانية ساعة لساعة نحركها بهذا الطريقة ونقلبها 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 على الطاجين بالنسبة للطيابة يبقى على حساب الضغبة وكما أقول لكم أنا نحبه شوية يجو شوية محمرين ونقلبها ونقلبها باللغة ونقلبها ونقلبها ملح كما تعرفوا المسمن يجي رقيق على المحاجب ان شاء الله في الفيديو القادمة ان شاء الله رايح اندير لكم طريقة تحضير المسمن بجميع المراحل والتفاصيل ان شاء الله هنا فقط لتكون عندها شوية تعسمية تتشمر على درعتها وتحضر شوية محاجب مع مسمن لولادها تفضح بهم العائلة ديالها هكذا بعد ما نشكلها نحطها في الطاجين ونخليها طيب هكذا باش ما نقعدش نخمم كل ما نديذ كما تعرفوا المحاجب يشتوا شوية تعليد ما نقعدش نخمم ونقول وش نديل للقهوة هكذا شوية تعجينة نديذ بها شوية تعم حاجب وكذلك شوية تعم سمن للقهوة هكذا دائما راني نطيب ومامتون راني نحلف العاجينة انا دائما لبنات نفضل هاد الطريقة التقليدية هكذا ندير كمية الزيت في الواسط نبدأ نطبق هكذا نغلق الاطراف كذلك نسقمها جيدا هكذا خاصة الاطراف ننفضها هنا بعد ما طابت نحبت على المسمن اللولا هكذا ننفضها بالسياسة نسعفها ونحطها في الطاجين نسقمها جيدا ونخليها طيب نحط فوقها كمية الزيت ان شاء الله راح ندلكم فيديو خاص بالمسمن كما راكم تشوفوا البنات هاوليك المسمن التعي راو يتنفخ وراو يتنبل دائما نطيبه لانا تكون متوسطة الى قليلة رايحة شوية القليلة شوفوا كيفاش تتنفخ هكذا بهات الطريقة حتى نكمل كامل العجينة اللي عندي ونشوفوا المحاجب في صحن التقديم في نهاية اللي محاجب اللي كنت حضرتهم معاكم بجميع خطواتهم والتفاصيل كنتو شفتوهم فالفيديو نقسم لكم تشوفوا كيفاش يجوا من الداخل كيفاش يجوا موضقين ان شاء الله اليوم اللي بنات لفديو تعانها اليوم ما تكون عجبتكم وان شاء الله تكونوا استفدتوا منها نقسم لكم تشوفوا كيفاش يجوا من الداخل يجوا خفاف ويجم وضقين شوفوا البنات نتيجة راهي قدامكم وهم ما زالهم سخونين البنات إذا عجبتكم لا فيديو وتعنها اليوم شجعوني بلايك وكذلك تعليق برطاجي ولا فيديو مع أحببكم وأصدقائكم لتعم الفائدة أما أنتم لتظروا لأول مرة القناة شجعوني بالاشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد من القناة إن شاء الله بنسبة المبتدئات كنتوا استفدتوا معايا مع هذا المحاجب سخونين حالين ما يليق إلا شربات تاع القارص تكون برد وقلكم البنات شاهدتكم في الجنة إن شاء الله في النهاية نقولكم أحبكم في الله في فيديو آخر إن شاء الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر